بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكم عاملين ايه اهلا بيكم في قناتي النهاردة ان شاء الله هعمل معاكو هنقل البتنجان بدون ما يشرب زيت هنضيف بس مكون واحد هو اللي هيفرق معانا ويخليها طلع بيضة زي الفل اهو شوفوا جمال ان شاء الله بيضة زي ما هي كأنها متقلتش اصلا ممتازة جدا وصحية ودي مش الطريقة الوحيدة في طرق تاني هعرضها معاكم ان شاء الله في ديوهات تانية باذن الله تابعوني واشتركوا في القناة فعال الجرس يلا بينا اول حاجة اما تيجي تنقل البتنجانة تنقيها سودة بتلمع تمام وتكون خفيفة في الوزن ما تكونش تقيلة عشان التقيلة اتلاقيها من جوة مبزرة وتبقى مرة ومش كويسة وتبدأي بقى تأشري البتنجان اه طبعا التأشير ده حسب الرغبة في ناس بتحبها بقشرها انا ما بحباش بالقشر الحقيقة فهقشرها كلها ممكن كمان تعمليها زي مخطط كده يعني تشيل قشرة وتسيب اللي جنبها وتيجي اما تيجي تقطعيها بقى تقطعيها سمك تخين شوية شايفين زي كده في مصفة تمام شايفين البتنجانة بيضة وجميلة ومش مبزرة وهكمل بقية مقدار البتنجان واجلكم انا خلاص خلاص وهو ده بقى اضيف المكون اللي قلت لكم عليه وهو الملح معلقة كبيرة هرمية من الملح وترشيها على البتنجان وتقلبيها فيهم كويس جدا وكمان لو احتجتي تقدر اضيفي كمان حبة صغيرة وتقلبي بحيس ان الملح يوصل للجهتين للبتنجان وهنجيب بقى طبق ونحطهم ونسيبهم من ساعتين لتلات ساعات مفيش مشاكل خالص بس انا كنت مستعجلة فيدوب ساعة بس شايفين شوفوا نزل على طول المية السمرة بتاعته وفاضل ابيض زي ما هو شايفين ما شاء الله ده بعد ساعة ولسه ابيض زي ما هو وجميل والملح خد السمرة اللي فيه ونزل وده هو اللي هيخليه ما يشربش زيت وقت القلية هجيب بقى مناديل مطبخ او لو عندك قماشة نظيفة بتاعت المطبخ وهترسيهم كده عليها وبرضو بقماشة نظيفة تاني او برضو مناديل مطبخ وهننشف الوش بتاعهم يعني لازم قبل القلية تنشفهم كويس من المية اللي طلعت منهم علشان ما ترتشي وقت القلية وكمان المية اللي طلعت دي مية سمرة أصلا فلازم تتخلصي منها شايفين ابيض جميل زي ما هو هتجي بقى وقت القلية يا جماعة لازم النار تبقى نار متوسطة وتبقى الزيت عندك حامي مش بارد لازم يبقى وصل درجة حرارة كويسة شايفين ما شاء الله جميل جدا البتنجان كأنه لسه متقطع حالا ابيض زي الفل وهنبدأ بقى نقلي لازم ما تيجي تنزليهم زي كده في الزيت يعمل زي الفقاعات كده كده معناها الزيت كويس وما تعليش النار عشان ما يتحرقش منك وعشان توصلي للون الجميل اللي هيتطلع علينا دلوقتي لازم النار ما تعليش منك نهائي النار متوسطة يتفضلي واقفة مرقباهم أما ياخدوا لون تقليبيهم على الوش الثاني اهو خدوا لون وقلبناهم وكمان هنقلبهم كمان مرة عشان حبهم ياخدوا لون اكتر بس خلاص هنا جهزوا معنا هبدأ بقى أطلعهم شايفين بقى اللون جميل جدا ومشتربة زيت خالص واتطلعيهم على طبق في مندي المطبخ وزعتهم هنا على الطبق اللي فيه منديلة بحيس ان هم لو فيهم اي زيت بوائي من الالية يمتصها وزي ما انت شايفين ما شاء الله اصلا مش شارب زيت جميل جدا والمنديل نضيف تحتيهم وهوريكو دلوقتي القلب من جوه عمل ازاي الفيديو ده صلى الحقيقة انا ما كنتش ناوي اعمله بس واحدة صاحبتي طلبته مني كزا مرة فطبعا ما اقدرش اتأخر وكمان عشان الكل يستفاد طبعا البتنجام بحب الملح والكمون هنرش ملح وهنرش كمون على فكرة خدوا بالكم الملح اللي حنسبناهم منقوعين فيه مش بيديها ملوحة خالص انه هو بس شغلته بس انه هو هياخد اللون الاصمر اللي فيها وينزل مش اكتر من كده شايفين بصوا القلب ما شاء الله جميل جدا سفنج زي ما هو وابيض فل زي ما هو مش شارب زيت نهائي الصورة واضحة جدا ما شاء الله وهفتح لكو كمان واحدة شايفين جميلة جدا ودي بقى يا جماعة دي مرة تانية عملتها سبتهم بقى 3 ساعات بالضبط 3 ساعات بالضبط جماعة وشايفين ما شاء الله ابيض فل زي ما هو يعني كل ما تسبيهم اكتر كل ما الملح ياخد السمر اللي فيهم وينزل اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان وصلكم اشعارات بوصفاتي الجديدة وعايزين لايكات كتير عشان الفيديو يترفع كنت معاكم سحر بالقاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته